كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أحبة في الله أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل اليوم هذه الحلقة موضوع فضل الدعاء وتحدثنا في الحلقة السابقة مع الأستاذ أبو حنيفة حول فضل الدعاء وفوائد الدعاء وأوقات الدعاء وأوقات الإجابة يعني وعلى الله سبحانه وتعالى عبادهم بإجابة دعائهم في كل الأحوال والأوقات ولكن هناك أوقات يكون فيها إجابة الدعاء أسرع أسرع ومنها الثلث الأخير في الليل وبعد صلاة الجمعة إلى ساعة المغرب كما ذكر الشيخ وكذلك عند نزول الغيث وفي السجود في الصلاة فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الوقت بين الأذان والإقامة أيضاً فهذه كلها فيها إجابة الدعاء بإذنه تعالى سنتحلت اليوم عن شروط الدعاء مع الأستاذ الشيخ أبو حنيفة أهلاً وسهلاً مرحباً بك أستاذ عبد الرزاق تفضل الأستاذ في الموضوع الطبعاً اليوم سنتحلت عن شروط الدعاء فما هي شروط الدعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أستاذ عبد الرزاق المشاهدين الكرام جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله تعالى يقول شوفوا هذا يعني من فقه الصحابة نعم ومن فهم الصحابة نعم يقول أنا لا أحمل همد الإجابة نعم ولكني أحمل همد دعاء نعم أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء شكراً لماذا؟ لأن هو يقول رضي الله عنه ورضاه يقول لأن الله عز وجل أمرني بالدعاء ووعدني بالإجابة يقول لأن الاستجابة مضمونة من الله سبحانه وتعالى لكن الدعاء أنا المطالب به فهل أقوم بالدعاء أم أترك الدعاء يقول أنا لا أحمل هم الدعاء أنا لا أحمل هم الإجابة الاستجابة ولكن أحمل هم الدعاء لذلك أشوف يا أستاذ عبد الرزاق الإنسان إذا كان شاف روحه يكثر من الدعاء ويكثر من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى تقل الإنسان مثلا بعد الصلاة يبقى في تلك الجلسة ويجيب الأذكار والأدعية بعد الصلاة ثم يرفع يديه ويجمعهما هكذا يجمع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى الله عز وجل فهذا إنسان موفق الذي يكثر من الدعاء هو إنسان موفق الله عز وجل أراد له الخير هناك أستاذ ولو أني قالت لك ولكن أبقى محفظ لي على ما في استرسال الحالي هناك من يقول أن مكروه رفع اليدين من أي ما ونستمعت إليهم في مساجد يعني في دروس يقول لك لا ترفع يديت في الدعاء لا هو ربما نعم ربما هو يعني إذا كان إمام ربما هو يقصد رفع اليدين بالنسبة للإمام فوق المنبر أما رفع اليدين في بالنسبة للإمام فوق المنبر لا هو يتحلط على عامة الناس لأن حتى في حديث القدوسي يقول في حديث الشريف نعم يقول الرسول أن الله حيين كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما إليه السفرة نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء وكان يتضرع وكان يتضرع الله لأنني أنا شخصين لم أقتنع يقول لك ما ترفع يديه فهي صورة فيها تذلل على كل حال إذن مقصود على الكلام وهذه نقطة مهمة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بشي فهمنا نقطة مهمة إذا شفت نفسك تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله فأنت عبد موفق هذا التوفيق من الله هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى جيد ابن القيم رحمه الله يقول كلاما جميلة يقول الأدعية والتعوذات يقول الأدعية والتعوذات هي السلاح المؤمن الأدعية والتعوذات تعوذات مثلا أذكار الصباح والمساء لأن الأذكار هذه دخلة في الأدعية نعم يقول فإذا كان السلاح حادا والسلاح ليس بضربه فقط السلاح ليس بضربه فقط وإنما بحدته يعني في بعض الأحيان السلاح يكون حاد يقول وليس السلاح بحده فقط بل بضربه لأن السلاح كان الرمح والنبل والسيف يقول والسلاح بضربه عفوا يقول والسلاح بضربه لا بحده فقط من تلك يكون السلاح السلاح حاد مثلا السيف بكري كان السيف 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 يكون حاد ولكن الزندة واليد اللي حاكماته فاشلة فالضربة تكون يعني ضعيفة صحيح ولا تؤتي يعني أكلها ثم يقول فإذا كان السلاح تاما لا آفة به إذا كان السلاح صحيح ما فيه شآفة والساعد قوي واليد اللي شد السلاح قوية والمانع مفقود هنا رح يتكلم منع الدعاء موانع استجابة الدعاء والمانع مفقود كانت النكاية بالعدو ويحصل التأثير هنا ابن القيم ماذا يريد أن يقول حبي يحطنا على ثلاث نقاط أساسية نقطة متعلقة بالدعاء في حذ ذاته ونقطة متعلقة بالداعي الذي يدعو وأمر آخر متعلق بالموانع ممكن يكون الداعي إنسان مؤمن على كل حال والدعاء كلام طيب ولكنه لا يستجاب هذه إن شاء الله الآن نفصل فيها بعدما نصل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الأول متعلق بالدعاء نفسه الله الله عز وجل لا يستجب الدعاء لا يستجب الدعاء إذا كان فيه يعني دعاء بإثم أو بقاطعة رحم أو دعاء بفساد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم يعني مفهوم المخالفة على الحديث ما هو يعني الذي يدعو بالإثم أو يدعو بقطيعة الرحم لا يستجاب له لا يستجاب لأحد يعني الحديث يقول يستجاب لأحد يكون بشرط ما لم يدعو بإثم مثلا إثم كيف يدعو تلقى إنسان يقول يا رب إن شاء الله تكثر الفواحش في الأرض هذا يدعو مثلا واحد يدعو يدعو مثلا بالفساد في الأرض يقول هذه كورونا هذه كوغير تنتشر في الأرض هذا ظلما وتعدي هذا ظلما هذا تعدي باركلابك ولذكر رب عز وجل يقول أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين هذا اعتداء في الدعاء حتى ولو كان الداعي هذا الأب على ولده نعم ساعة تلقى مثلا الأب وهذه تحدث كثيرا ونسأل عنها كثيرا تلقى يعني الله عز وجل لا يستجيب له في بعض الأحيان متى يستجيب الله عز وجل الإنسان يدعو مثلا على أوليده يستجيب الله عز وجل ليس لأن الإبن يستحق هذه الدعوة وإنما يستجيب من باب الابتلاء تدعي تدعي بالشر رب عز وجل يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجوله تعوض ما تدعي بالخير وبالصلاح لهذا الولد ما الذي تصبح وتعطيك مصيبة ربي يفسد راياك ربي كذا ربي كذا ربي كذا الجيه مصيبة فتبتلى أنت بهذا الولد بالضبط الولي واللي هو تعبان أكثر واللي هو تعبان لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى وقال لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على خدمكم فتصادف ساعة إجابة فيستجاب لكم حتى شوف هذا ذكرني هناك ملائكة تؤمن نعم ملائكة تؤمن أحد الصحابة هذا في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام زاره عاده كالمريضة الصحابي راح النبي عليه الصلاة والسلام زاره نحن المريض نقوله عيادة المريض ونقوله زيارة المريض لماذا العيادة لأنها من المعاودة تعوده تعوده ونعم فيها أجر عظيم فيها أجر عظيم فوجده قد خافت فصار مثل الفرخ يعني شفت الفرخ تاعة الطائر صغير لما يكون ما عنده شريش يكون ضعيف ولازم الأم يتوكله يكون لا حول له ولا قوة والعينين تاعة مغلوقين يعني في حالة ضعف تام فشبهه هنا حالة الضعف تاعة شبهه بالطائر بالطائر بفرخ الطائر النبي عليه الصلاة والسلام لما شافه أعرفه بلي كان يدعي دعاء قال له هل كنت تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا أو تطلبه قال واش كنت تدعي قال يا رسول الله كنت أقول اللهم إن كنت معاقبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا هو النية عطيبة ولكنه لم يحسن الدعاء بالضبط هو خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قالوا يا ربي لك أن رح تعذبني بحاجة في الدنيا في الآخرة سبقها لي في الدنيا المهم بشيء في الآخرة رح للجنة مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله لا تطيقه كيف تدعو بهذا الدعاء من هو الإنسان الذي يقوى على عذاب الله سبحانه وتعالى من هو هذا الإنسان ما كيف يقدر النبي عليه الصلاة والسلام قال لو 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 نزل بأس الله على الكفار أو على اليهود بأس الله على اليهود بأس يعني النار على اليهود لا آمنت يهود لا دخلوا في الإسلام يدخلوا قعف الإسلام لما يشوفوا نقطة أنت عذاب فقط فما بالك أنت بالعذاب الذي أعده الله عز وجل لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق الرحمة المهدات والنعمة المستاد مشين هاهبرك ولكن أعطاله البديل أعطاله كيف يدعي قال ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لبك هذا الدعاء يا أستاذ عبد الرزاق هذا دعاء قرآني جامع جامع فيه كل شي شوف ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا دعاء جامع يعني تقل في الدنيا حسنة ما هي حسنة الدنيا راحة البال صحة في الجسد العافية صلاح الأولاد كل الخير كل نعيم من نعيم الدنيا يدخل فيه حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ما هي قال الإمام النووي حسنة الآخرة هي المغفرة ودخول الجنة اللهم جعنا من أهل الجنة يا ربنا اللهم أمين يا ربنا إذن هذا الشرط الأول فيما يتعلق بمسألة شروط استجابة دعاء أو يعني موانع استجابة دعاء هو الدعاء في حد ذاته الدعاء إذا كان فيه اعتداء على الآخرين كما هذا الإبن هذا قلت لك اللي يقول ببيد عيلية ما يستجبلوش ربي لأنه راه ظالم صحيح إنه لا يحب المعتدين لأنه راه ظالم لذلك كان نصح الوالدين يعني عوض أن يدعوا على أولادهم بالشر وبالفساد يصبرون عليهم نعم يصبرون عليهم ويدعون عليهم لهم بالهداية وبالخير هذا بالنسبة لي مع مفضل هذا بالنسبة لي الدعاء في حد ذاته الشرط الثاني هو الداعي الداعي نعم يعني أنا الذي أدعو قد لا يستجيب الله عز وجل لي وأنا أدعو بالخير ورب العالمين لا يستجيب لي إذن المشكلة ليس في الدعاء في حد ذاته وإنما في الداعي متى لا يستجيب الله عز وجل للداعي في حد ذاته حتى وراه يدعي بالحاجة على خير وراه يدعي بكذا قال لك إذا لم يجمع في سؤاله وفي دعائه بين قلبه ولسانه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدعاء عبادة قال الدعاء هو العبادة والإنسان يعني يستفيد من العبادة بقدر ما يكون حاضر القلب شوف الصلاة تشحة تدي فيها ثواب بقدر حضور قلبك في الصلاة لك الإنسان من يقول الله أكبر القلب التاع الله وبعيد عن الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أن الله لا يستجيب لقلب لاهن ترك تدعي ولكن القلب التاع أكره بعيد مجرد كلام رك تعاود فيه مجرد أدعي يحفظها الإنسان حفظها حفظها الإنسان و جاي هكذا بعدها هي جاي هكذا سليقة هكذا تعود عليها برمجة ولكن يا سهد الكثير من الناس يشتكون من هذه من غياب القلب في الصلاة عندما يبدأ تلبس في الصلاة تبدأ الأفكار تبدأ أشياء تبدأ يعني الوسوس في ما هو شو واحد ولا اثنين ولا كل أغلب الناس أنه حتى بعض الناس يقولوا وهذه جتنا أسئلة فيها يعني كثيرة أن بعض الناس يقول لك أني حتى أنسى كم صليت من ركعة نعم لأن لماذا أستاذ درزخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يحضر إن الشيطان يحضر لابن آدم ما في شأنه كلها وكما قال عليه الصلاة والسلام كل كل الأحوال تعالى الإنسان يحضرها الشيطان من بينها الصلاة الصلاة إذا كان الإنسان قال الله أكبر يأتي الشيطان يفسد عليك الصلاة رح تقرأ القرآن ولهذا يعني الأيام في الجامعة أول حاجة يقول لا تترك فرجة للشيطان نعم هذه أمور غيبية النبي عليه الصلاة والسلام ليس يسوي بين المناكب والأقلاء حتى في قراءة القرآن رب يقول وإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم لماذا الساعة التي تفتح المصحف الشيطان يكون حاضر لماذا تقول أعضو بالله مشتر رجيم حتى تبعد هذا الشيطان عن خاطرك وعن نفسك وعن قلبك يخليك تخشع في تلاوة القرآن فالإنسان على كل حال يجاهد نفسه يحاول يجاهد نفسه النقطة الأخيرة أستاذ عبد الرزام نعم ما زلنا الوقت بسرعة لأننا عد بعض الأسئلة النقطة الأخيرة من موانع ولكن يعني نعم بالمستمعين لأن الحلقة جميلة جدا يعني هذا وخاصة نحن في هذا الشهر الكريم نعم أننا تكون عندنا حلقة أخرى حول هذا الموضوع بإذن الله النقطة الأخيرة هي إذن تكلمنا على الدعاء في حذ ذاته ما تكونش فيه إثم وقاطعة رحم تكلمنا على الداعي في حذ ذاته يكون القلب حاضر ما يكونش له النقطة الثالثة من موانع الدعاء هو أكل الحلال نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة في الحديث صحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة نعم ثم ذكر الرجل يغطير الصفر أشعث أخبر يقول يا رب يا رب يا رب مأكله من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وقد غذي بالحرام فأنا يستجاب له قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أمر المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيباتي وأعملوا صالحة إني بما تعملون عليهم وأمر المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيباتي ما رزقناكم فاللقمة الطيبة واللقمة الحلال ينبين أسباب استجابة الدعاء والأمور التي تحرم العبد من الإجابة هي كما ذكرتم أكل المال الحرام الشرك بالله أثناء الدعاء الدعاء ظلما وتعديا شكرا أستاذ والآن نبدو بالأسئلة في الموضوع وفي مواضيع مختلفة عندنا سؤال الأول من أحد الإخوة المتتبعين للحصة يسأل أنه مبتلى بكثرة الغازات فهل يجوز له التيمم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله هذا على كل حال ندعو الله عز وجل له الشفاء لأن هذا مرض ندعو له بالشفاء لأن كثرة الغازات هذه تدخل في باب السلس في الفقه يسموها السلس والسلس هذا أنواع كالي عنده السلس في البول كالي عنده السلس في الريح فهذا السلس كين حالتان تعال هذا النوع من الغازات خروج الريح إما أن يكون قليل جدا قليل نعم فهذا يعني إذا كان توضى وجاي صلي وخرجه ريح هذا واجب عليه عاود الوضو ويصلي لأنه حاجة عادي قليل إذا كان كثير إذا كان إنسان عنده خروج الريح في أكثر الوقت في أكثر الوقت يقولوا الوقت نقصر به وقت الصلاة نعم فهنا ماذا يفعل هذا الإنسان؟ لا يكلف الله نفسه إلا وسعى وللما يتيممش لماذا يتيمم القضية ما عنداش علاقة بتيمم وإنما يخلي الصلاة لما يلحق وقت الآذان لما يأذن مثلا الظهر يأذن الظهر يتوضى ويوصلي مباشرة ما يتوضىش قبل الآذان خاطر كيلي مثلا يشدوا الوضو يشدوا الوضو يتوضى قبل الآذان بساعة ما عنده مشكلة لكن اللي عنده هذا المشكلة هذا ما لازم يتوضى قبل الوقت وإنما بعد دخول الوقت كي يسمع الآذان يتوضى ويروح مباشرة للصلاة وما خرج بعد ذلك بعد الوضوء لا يلتفت إليه لماذا؟ لأنه مشقة كبيرة أو المشقة تجري بالتيسير ولكن هذا الإنسان هذا عليه أن يداوي نفسه يعني الأمور أصبحت طبية تقريبا طبية طبية يرجع إلى الطبيب لكن من ناحية الشرعية يتوضى ويصلي حتى التراويح تراويحك تشوف يعني ممكن الوقت تحكم طويل حتى وإن خرجه ريح وهو يصلي يكمل بهذاك الوضوء لكن إذا حضرت صلاة أخرى يتوضى وضوء جديد للصلاة الثانية يعني يتوضى لكل صلاة ويصلي ولا شيء عليه شكرا أخر تسأل عن وضع الكحل في نهار رمضة يعني هل مفطر الكحل هو أشوف المالكية يشترطون في جواز استعمال الكحل هو أن لا يصل أثره إلى الحلق نعم نحن عدنا نشوف دايما هذه ندروها قاعدة أي حاجة تصل إلى الحلق فهي من المفطرات مثلا مرأة الضوغ للطعام طيب الضوغ هي الضوغ يجوزي لها الضوغ معلش بصاب شر مشي الضوغ مبعدة تقول لك أنا حسيتها هنا يا مالها يسمي لا حسيت بها هنا للحلق لازم بالليسان فقط لازم بالليسان فقط وثم تمجه وترميه كذلك الكحل إذا كان المرأة أحست بحرارته في حلقها فهو مفتر إذا ما حستش به ما كان حتى مشكل وفي بعض الأحيان المرأة لا تحس بحرارته في الحلق وإنما في بعض الأحيان المرأة إذا مثلا أخرجت مثلا يعني أكرم لكم الله مثلا بزاق وخرج فيه سواد هذا دليل مخاط يعني إذا بزقت المرأة وخرج السواد هذا دليل على أن الكحل قد وصل إلى جوفها هنا مفتر إذا نلقي الضابط منتع الكحل وغيره هو الحلق إذا حست مفترة إذا ما حست ولو فلا شيء عليه والأفضل أن تستعمله في الليل يعني قبل لا تديروش في يوم رمضان تديرو في الليل لا تديرو في إمرأة أخرى تقول طلقني زوجي فهل أنتظر حتى يسدر الحكم لأبدأ العدة أم أبدأها من يوم تلفظه بالطلاق لا في هذه الحالة تبدأ العدة تحا منهار التي تلفظها بالطلاق يعني منهار التي قالها أنت طالق ثم تبتدحت إليه خلصت العدة تحا إذا كانت من ذواتي الحيظ فالعدة تحا ثلاث seamless قرؤ تحيظ و تدهي تحيظ و تدهي و إذا كانت تلاتة حيظ فالعدة تحا ثلاثة أشهر بمعنى يكون تفوت ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذواتي الحيظ فاتت ثلاثة أشهر و بعد قال أنا أحب أن ترجعك وا tempt ولي أمر تحا في أيدها ولي طلق بائن مش طلق رجعي إذا كان طلقة الأولى إذا المقصود على الكلام هو أن المرأة هذه النهار اللي يقولها زوجها أنت طالق من هذا النهار تبدأ تحسب العدة التاح من هذا النهار من ذلك اليوم يعني تبدأ تحسب ويستطيع أرجاحها يعني إذا كان ما تخلاصش العدة وكان الطلاق طلاق رجعي يقدر يرجعها نعم بدون أنه من العقل جديد بدون عقل جديد وإنما يعني يقول لها أرجعتك والأحسن أن يشهد على الإرجاع وتكون هي راضية الأحسن أن يشهد عليها تكون طبعا لا هو في الرجعية لا يشترط فيها ريضة الله بمعنى يقدر يرجعها نعم سائل أخر يسأل هل يجوز الدعاء بالهداية للكافر نعم هذا على كل حال الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه هذا السؤال هذا هو سؤال مهم هل الكافر ندعو له نقول له ربي يهديك نعم يجوز ولكن بشرط أن لا يكون هذا الكافر محاربا الكافر هذا ما يكونش من المحاربين ومن اللي فيهم يعني غائلة الشر ويخطط للشر للمسلمين أما إذا كان الكافر عايش في بلاده خاطيني وخاطيه أدعو له بالهداية لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الدليل تح هذا الكلام هو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه قالوا يا رسول الله أدعو على دوس قالوا يا رسول الله الدوس هذو ما حبوش يدخلوا في الإسلام راح أدعى أدعى القوم التاع وما أستجبروش فأتقلق منهم قالوا يا رسول الله أدعي عليهم بالشر فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هدي دوسا وأتي بهم فدعا لهم بالهداية فهدهم الله فكانت هذه بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على هذه القبيلة بكاملها قبيلة الدوس دخلوا كلهم في الإسلام دعا لهم بالهداية أيضا حديث آخر وهو حديث صحيح أن اليهود كانوا يتعاطصون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقول لهم رحمكم الله اليهود يديروا روح حمز عما عطصوا يتعاطصون هم على بالهم بل للرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء التعوب والستجاب هم كان في نيتهم يقولهم يعني رحمكم الله تلمى يعطصوا يقولوا رحمك الله وعرفوا بل يكون يدعي لهم بالرحمة رب يستجب له يعني الدعاء التعوب والستجاب فالنبي عليه الصلاة والسلام بماذا كان يدعو لهم كان يدعو لهم بالهداية فيقول يهديكم الله فكان يدعو لهم بالهداية فمن هنا يعني يجوز الدعاء للظال للكافر إذا كان واحد كافر تدعي له بالهداية ويجوز دعاء للإنسان مجرم أو فاسد أو كذا تدعي له بالهداية وإنسان فاسق وما من فاسق يقولوا يا رب إن شاء الله يهديه إذا كان ترك صلاة أو كان كذا وإن شاء الله تعالى لينتوب علينا والله أهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت شكرا أستاذ أبو خنيفة وشكرا لكم مشاهدي الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء وفقط أي اقتراحات لأي مواضيع ترونها صالحة لهذا الوقت وترونها أيضا في مستوى هذه الحسة فنحن نرحب بها فأرسلوا لنا على صفحة الفيسبوك لقناة نوميديا تيفي مرحبا بكل اقتراحاتكم وشكرا لكم وسودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واقتروا من الدعاء بإذن الله حتى يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء والسلام عليكم كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور ترجمة نانسي قنقر المعيد